حزب الاشتراكي أعلن أنه هو بيرتب أوراقه عشان قبل ما يدخل وبيحدد أولوياته نعم نحن عرفنا أن حزب الشعب عنده برنامج انتخابي اللي اتهم حزب الحرية أنه هو سرقه منه نحكي بما يخص موضوع أنه التقاء نيهامر مع بابلر مع بابلر أعتقد أنه اليوم نيهامر مطالب بالتنازل كثيرا بصناقة لا تنسى الخمس سنوات الماضية كورونا أوكرانيا فلسطين وما عليهم وإلى ذلك وكل هذه التفاصيل التي تبعت فيها والفلاجعين المستقبلي وبالتالي انتقاد حزب الاس بي او ليلا نهارا للحكومة الحالية بي 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 مع كارني هامر وفيرنا كوغلر الخضر فبالتالي اليوم بابلر اليوم أصبح هو القوي هو المستشار بشكل أو بآخر هو من سيفرض شروطه ليس أحد آخر كارني هامر لن يذهب إلى انتخابات جديدة لن يلعن أبو حزبه يعني كما يقال لأنه إذا بدينا بي يروح إلى انتخابات أخرى يمكن يجيب ما دون 23% ويوميها وقت حزب الحرية رح يجيب ما فوق 35% فبالتالي كارني هامر اليوم سيتنازل يا سيد الكريم لحزب الاشتراكي ما عنده حل ما عنده خيارات لأنه إذا بيقول له أنا لن أقتلف معك ما عنده حل ما بيادر يرجع إلى حزب الحرية ولا تحت أيضار لأنه قال للرئيس أنا لن أتشارك مع حزب الحرية مع شخص هتبقى في أزمة سياسية هتبقى في أزمة سياسية والذهاب لانتخابات أخرى لا أعتقد الموضوع بهذه السهولة أنا شايف أن رغم احتياج الاتنين للحكم والمشاركة في الحكم لكن المفاوضات لن تكون سهلة لن تكون سهلة طبعا هذا ما نقوله أنا متأكد سنسمع سنسمع في الأيام المقبلة عندما تبدأ تظهر بعض النتائج بعض الأمور الخاصة بموضوع الانتخابات والمفاوضات سنسمع العديد العديد من شدوا الجذب وما سيخرج وما يخرج منهم من معلومات فبالتالي اليوم القوي هو بصراحة أندرياس بابلر في حال دخلت أيضا هي قوية لا أعتقد ستطالب بوزارة الاندماج ستطالب لربما بوزارة العدل ستطلب حقيبتين اليوم ماينار رايزينجر لن ترضى بحقيبة واحدة وأحدهما حتما وقطعا إما العدل أو الاندماج ويمكن برضو بابلر هو الأقوى في الحالة دي لأن لو لم تتوافق مايزلينجا ممكن يروح للخضر إنما بابلر مالوش بديل بابلر مالوش بديل بس يعني كمان الخضر كما يعني أعتقد باعتبار يعني أنه يوجد مناوشات ما بين الشعب والخضر خاصة مع جيفيسلر بالضبط والاختراق التي يعني يقال يعني استاء منه حزب الشعب بالتصويت في التصويت على قرار في البرلمان الأوروبي موضوع إعادة المناخ وإعادة بالضبط فلا أعتقد أن الخضر الخضر بعيد فنحن بشكل أو بآخر أنا اللي بدي أقوله بصراحة طبعا مشال ما نطيل على المشاهد إنه الحكومة المقبلة حكومة من أفضل ما يكون ولكن حكومة حكومة شد الأحزمة شد الأحزمة لأنه سيطالب الجميع سيطالب الجميع باسترداد شيء من خيرات السنين السابقة السابقة شكرا للمشاهدين